موشة استياء عارمة ومطالبات بالتحقيق أعقبت تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 الذي أعطى مؤشرات صادمة ومخيفة عن حالة الفساد المستشري في كافة قطاعات الدولة لتتعالى أصوات مطالبة بثورة لتصحيح محل باقتصاد البلاد أقوى ردود الفعل جاءت من المجلس الأعلى للقضاء الذي طالب في بيان له النائب العام بدراسة تقرير الديوان بشكل عاجل والتحقيق في التجاوزات التي سجلها التقرير والبدء في جمع الاستدلالات مصرف ليبيا المركزي الذي طالته أسهم الاتهام بانتهاج سياسة توسعية في الإنفاق أدت إلى ارتفاع حجم التضخم وأسعار النقد الأجنبي سارع إلى إصدار البيانات التي يحاول من خلالها تبرئة نفسه فأوقف على الفور الترتيبات المالية للرئاسي المقترح عاد الرواتب والدعم الأمر الذي انعكس على سعر الدولار في السوق الموازية الذي ارتفع إلى أكثر من سبعة دنانير المركزي وفي محاولة منه لتدارك ارتفاع سعر الدولار أوضح في بيان لاحق أن الاعتمادات المستندية ومخصصات أرباب الأسر ما تزال سارية فضلاً اتهامه لديوان المحاسبة بعدم الجدية في ممارسة رقابة فاعلة بعد أن ثبت أن أكثر من 80% من الإنفاق العام لسنة 2017 خضع لرقابته المسبقة حسب المركزي المصرف لم يجد حرجاً في القول أن الديوان كان قادراً على إيقاف الفساد الوارد في تقريره بدلاً من رفع وتيرته عاماً بعد آخر رغم وجود رقابته المسبقة وذهب في بيانه إلى الإشارة أن الديوان لم يحل ملاحظاته إلى الجهات المعنية لتلقي ردودها قبل تضمينها في التقرير إضافة إلى عدم مراجعة واعتماد الحساب الختمي للمصرف منذ العام 2010 المجلس الرئاسي المقترح المتهم الأكبر بحسب تقرير الديوان في التجاوزات والتلعبات المالية التي تجاوزت حاجز الـ 32 مليار دينار لم يلتفت إلى ما ورد في التقرير بل طلب عبر وزير مالية حكومته أوسام حمد مباشرة تطبيق الترتيبات المالية للعام الجاري التي أقرت أخيراً والابتعاد عما وصفه بالتخوف من الفساد ومن إهدار المال العام وذهب حمد إلى القول أن معالجة الفساد لديه قنوات قانونية لمراقبته والحد منه من قبل الأجهزة الرقابية مكتفياً بالترحيب بما جاء في تقرير ديوان المحاسبة وأنه يجب عليه إختار الجهات الحكومية بملاحظاته وفي حالة التأكد من وقوع مخالفات فإنه سيحيل أصحابها إلى التحقيق عضو المجلس المقترح محمد عماري طالب من جهته وزير الحكم المحلي المفوض بالداد قنصو بالرد خلال خمسة أيام على تهم الفساد الذي طالته في التقرير خاصة فيما يتعلق بصرف مبالغ مالية لشراء سيارات للوزراء في ذات السياق دعا 38 نائباً في مجلس النواب إلى كشف أسماء أعضاء المجلس الذين اتهمهم تقرير ديوان المحاسبة بتقاضي أموال وامتيازات من الحكومة المقترحة وطالب النواب بمحاسبة وكشف من تثبت عليه المخالفات من أعضاء الحكومتين المؤقتة والمقترحة وجميع مؤسسات الدولة وسط الجدل حول التقرير وما جاء فيه يبقى السؤال هل سيمثل المسؤولون الذين طالتهم شبهات الفساد للتحقيق؟ وما مدى قدرة السلطات القضائية على جلب حق المواطنين الذين سرق قوتهم عبر صرف أموال بغير وجه حق؟